عادت مساجد الريشاوي للأضواء مجددا بعد عشر سنوات من فشل تفجير نفسها بفندق بالعاصمة الأردنية عمان الريشاوي التي تقبع في سجن النساء بلجويدة جنوبية العاصمة الأردنية عمان عائلتها ذات امتداد في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين فهي شقيقة ثامر الريشاوي الذي كان يحمل صفة أمير الأنبار في العراق وقتل خلال معركة الفلوجة في العام 2004 كما أن لديها شقيقا آخر قتل في مواجهات مع القوات الأمريكية وكان اسم الريشاوي قد ظهر للعلن للمرة الأولى بعد يومين من تنفيذ تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ثلاثة تفجيرات متزامنة هزت العاصمة الأردنية عمان مساء التاسع من نوفمبر تشرين الثاني للعام 2005 وأدت إلى مقتل نحو ستين شخصا منهم عشرون قتلوا في حفل زفاف نفذ التفجير في الحفل زوج الريشاوي المدعو علي الشمري بينما فشلت ساجدة في نزع الصاعق من حزامها الناسف ووجدت نفسها تهرب مع من نجى من ذلك العرس الدامي وتضاربت الأنباء حول الطريقة التي أدت إلى اعتقال الريشاوي فقد أعلنت زرقاوي في شريط صوتي مسجل في اليوم التالي لتنفيذ العملية تبني تنظيمه تفجيرات عمان وأعلن أسماء المنفذين وذكر من بينهم الريشاوي التي لم تكن التحقيقات قد وصلت لجثاتها بعد حيث كانت قد لجأت لعائلة زوج شقيقتها في مدينة الصلط ويدعى نضال عربيات والذي قتل في العراق عام 2003 ولم تبلغ ساجدة عائلة عربيات بوجود أي صلة بينها وبين التفجيرات لكن البحث الأمني قاد لاعتقالها فيما بعد ظهرت الريشاوي على شاشة التلفزيون الأردني بدت هادئة وهي تروي كيف دخلت الأردن بجواز سفر مزور مع زوجها الذي كانت قد تزوجته قبل السفر للعراق بشكل صوري فقط تولت جلسات محاكمة الريشاوي التي استسلمت خلالها على ما يبدو لقرار إعدامها والذي لم يكن مفاجئا لأحد عند النطق به ثم تصديق محكمة التمييز الأردنية عليه اسم الريشاوي عاد يتصدر الأخبار بعد أن أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أنه أعدم أحد الرهنتين اليابانيتين الذين يحتجزهما في سوريا واشترط إفراج السلطات الأردنية عن الريشاوي للإفراج عن الرهينة الثاني